أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم هذه المرة سنقدم لكم الضرس 88 من الزخرفة المغربية الإسلامية الأصيلة فالضرس 88 سننتعلم فيه كيف نستره نموذج 12 الممدود داخل مربع طريقة تستير هذا النموذج هي طريقة الخاصة لنبدأ على بركة الله وعونه هل كنت تشوفوني هذه هي المرحلة الأخيرة من تستير 12 الممدود داخل مربع المرحلة الأولى تنجي وكنستر مربع 16 على 16 سنتيمتر تنقسمه على جوج 8 8 8 8 8 ثم نحدد الواسط نحتاج لتستير هذا النموذج مستره قلم الرصاص وممحة تنقسم المرحلة الثانية نقسم المربع إلى 24 خانة ثم نرسم النموذج 12 على 12 خط من هذه الخطوط يعني هذه الخطوط المتواصلة حتى الأخير وهذه هي المرحلة الثانية المرحلة الثالثة تنجي وكن نحدد يعني الوسع المساحة ديال الخانات وكنستر هنا المرحلة الثانية وكنستر هناك ثم نقسم المربع إلى خطوط وهذه الخطوط وهذه الخطوط التي ترى محتاجين لهم كي نحدد يعني الخانات التي استردتها وكنستر هناك نقسم المبع إلى المرحلة الثانية وكنستر هناك وكنستر تنقوم المربع إلى الخطوط وكنستر هناك نقسم المبع إلى الخطوط الفيديو وكنستر هناك على حساب الوقت ديال الفيديو كنستر هكذا ثم كنجي نفس يعني نفس النقطة من هنية ديال ديال هذه الخانة هذه وكنجي نستر وحدة أخرين يتلقوا هنا في الوسط اللي مهم وهو هذا الخطوط يتلقوا هنا في الوسط باش هذه الوذينات يكونوا كيف كيف على هذا الخانة ثم تنعملوا هنا الفقع وتنعملوا هذا الضلع هكذا وهكذا دائما هذا الخط مع الزاوية ثم الزاوية كذلك مع الخط يعني أنت ما كنتشوفوا هذا الشي يعني بسيط في التستير نفس الشيء نديره على هذا الضلع هكذا ثم هكذا وأخيرا تنجي هنا لهذا الوسط هنا كنتشوفوا بأن هنا في حقيقة عندي إلى قسمتها كواكا يعني تلقوا عندي هنا يا ربعة هذه المربعات نأتي ونستر هذا المربع اللي في الوسط هذا المربع اللي نستر في الوسط وهو يخصوا يدوز هنا بالضبط على النقاط الالتقاء باش يكونوا البذينات هذو اللي كتشوفوا ديال الخانك نساويين يعني كنجي وتنستر كنعمل المستر ذيلي على النقاط ديال الالتقاء وتنستر هكذا من هنا احتل هنا تشبش خرجتنا التسطور هذو بشيبه اللي يكون بإنها تمخص كتوقف ثم من هنا احتل هنا كتشوفوا النقاط هنا ديال الالتقاء والخانة هنا كتحدد لأن هذه الخانة هذه كتمشي وكترجع هكذا ثم هذه هكذا وكذا غيرتشوفوا فيما بعد في المرحلة الأخيرة ثم أخيرا كنجي وكنتسترها تسترها هذا تسترها مهم بزاف فيما يخص القبات اللي غيرتين صوب هنا وهنا اللي تشوفو في المرحلة الرابعة هذا تيمشي من الوسط هنا من الوسط احتل النقطة هذه هنا يعني الضرع ديال الواسع ديال المتلات تيكون على خارج هنا هكذا ثم هذا هكذا ثم النفس الشيء هنا مسترش ولكن غيرتين تستره مش تعرفوا لي أنه غيرتين في الحق في المحال الرابعة غيرتين تستره هنا هكذا دائما من الوسط لهذه النقطة ثم ثم كذلك من الوسط من هنا لها النقطة غيرتين تستره 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 نحتاج لكي نستره في الأخير النموذج 12 الممدود المرحلة الرابعة هي هذه كتشوفوا بإنريني بديت هنا وعملت هذه القبة كتشوفونها هذه القبة كتبلكم هنا أحسن مصوبة هذه القبة وهذه ومقابلة لها كذلك قبة أخرين على الجهة الأخرى هذا كتصوب لأنني صوبتهم هنا وهذه وهذه عدتني صوبتها نريكم مثلا كيف نصوب هذه القبة من الجهة الأخرى كنجي هنا وكلم حين هذه الخطوط لأن هذه الخطوط حققة العبار هكذا أشكندير تنجي وتنعبر من هذا الضغط هذا كان عبر جوج ديال السنتيمتر يعني هو لوسع ديال الخناد ديالي لأن هذا في التنسيخ غدي يعرج إلى آخره يعني غدي يمشي لأنه يتمدد ثم هنا كذلك جوج ديال السنتيمتر وكلم حتى كانت ستر من جوج ديال السنتيمتر من هنا حكذا لماذا؟ أن تنظر من جوج ديال السنتيمتر وكلم حتى تبقى قبة ثم تنجيل هنا لتنجيل هذه وزينة تكون هنا وزينة وهذا يتمح وهذا الخط هذا اللي ذرته للعبار مسبقا كي يبقى هو لك يحدد واحد الجهة ديال القبة ثم تنجيل ناخذ النقطة هذه ونشوف العبار ديال اللي بدينا مع الأخرى هنا يا هكذا مهم هكذا ثم تكون هنا 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 تكون هنا قبة ثم 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 تكون هنا ثم 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 نحن ثم 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 وفي داخل هنا يكون لدي نجمة وهذه النجمة دايرين 12 هذه النجمة كينين هنا هنا وهنا 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 إلى آخر يعني من هذه الضوء تسطره لكي نجمة إلى آخره هذا هو تسطر الـ 12 الممدود يعني بكامله بحال لكي تشوفوا هنا في المرحلة الأخيرة وهذه مرحلة كذلك أخيرة لهي يعني سطرتها بلون عكري شكرا على انتباهكم و ما تنسوا شيء تشاركوا في القناة حتى يوصلكم إن شاء الله الجديد ونماذج مبتكرة اللي ما كتشوفوهج دائما شكرا جزيلا مرة أخرى على مشاهدتكم وانتباهكم و السلام عليكم و السلام عليكم شكرا شكرا